مرحبا يعطيك العافية يعطيك العافية أهلا تعرف فيكي أنا الطالبة توقع محمود حاصلها لمعدل 82.4 نشاء الله الثالثة على جرش نخصصك الفرع الأدبي الفرع الأدبي ماشاء الله بنتحكينا عن تجربتك ودراستك عبر موقع ومنصة وتد التعليمية هلأ أنا أخذت إنجليز عنده أستاذ محمد مشعال وحاسوب عنده أستاذ أحمد شهاب ماشاء الله عليهم يعطيهم العافية ما قسروا معنا صراحة كانوا مبدعين وأنا الحمد للأني قدرت أحصل على هذه العلامات العالية من جهدهم ماشاء الله يعطيك ألف عافية موقف صار معك عبر منصة وتد مستحيل تنسيب حياتك ذاكرة أكيد تشجيع الأسادة طول السنة وتحميصهم لألنا أنهم يعملون لنا احتفال مشان نشد حيالنا وهيك هاي الموقف تأثر في الشخص وماهوا يعني ما بنساها من البداية ليش اخترت موقع أو منصة وتد هلأ أنا شفت الأوائل زمان عند الأسادة ما شاء الله عليهم وحست أسلوبهم لطيفة قدرت أفهم عليهم الحصاص والحمد لله كنت متوقع معدلك بتوجيهي؟ لا كنت متوقع أقل صراحة ونصدمت لما طلع المعتل يلا الحمد لله رب العالمين طيب شو بتحكي لطلاب التوجيهي القادمين واللي رح يصيروا هلأ السنة الجاي توجيهي؟ مرحلة التوجيهي هي فترة بسيطة من حياة الإنسان يعني إذا طالب معنا إلا بس يشد حاله يدرس ويتوكل عربنا والأمور بسيطة يعني مش هالتعقيد شو حابت تدرسي في الجامعة؟ تسويق رقم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين الله يوفقك يا رب بالنهاية بدنا توجيهنا كلمة لإدارة منصة وتدي اللي تمت معكم خلال العام الماضي أكيد بحب أتشكرهم كتير على كل هاي الجهود اللي بذلوها بعنا وبحب أتشكر أهلي كمان وقفتهم معي وماما بالذات تابت سهرة معاي شكرا كتير لكم منصة وتد منصة أوائل المملكة